هذا وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيار رئيس الدولة حفظه الله برقية من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان الشقيقة أنه فيها بالتعيينات القيادية الجديدة في دولة الإمارات وإمارة أبو ظبي وعرب جلالة السلطان هيثم بن طارق في برقية التهنئة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لسموه بوافر الصحة والسعادة ومديد العمر دعينا الله تعالى أن يحقق المزيد مما يصب إليه الشعب الإماراتي من تقدم ورقي وازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة